متحدياً ظلام عينيه يعمل عبدالهادي عطالله في تأسيس الكهرباء للمنازل وغيرها هنا في مدينة المقدادية شمال شرقي ديالا رغم أنه كفيف البصر منذ ولادته طور العشريني عبدالهادي قدراته لكسب قوت يومه فيداه اليوم تعرف طريقها جيداً في مهنة تصنف بأنها خطيرة والخطأ فيها ثمنه كبير يؤسس عبدالهادي المنازل كاملة حتى تصبح جاهزة للربط الكهربائي بمساعدة عامل معه يستعين به في معرفة ألوان أقطاب الأسلاك وحفر المفاتح في الجدران ويستغرق وقت تأسيسه المنزل الواحد قرابة أسبوع فيما يقول أنه يعمل مجاناً في بعض الأحيان لمساعدة الفقراء ولأنه أيضاً لا يحب البقاء في المنزل عبدالهادي متزوج وينتظر أن يرزق بأطفال وهو يفخر بتجهيز منازل عديدة في مدينته بالتأسيسات الكهربائية واستعشادة من أصحاب المنازل تلك بمهنيته التي تفوق المبصرين على حد قولهم عبدالهادي ليس الكفيفة الوحيدة في عائلته فهو واحد من ثلاثة أشقاء ولدوا بلا بصر لكنه لا يعرف اليأس ولم يستسلم لمعاناته ليتحمل اليوم مسؤولية إعالة أسرته في حياة يراها غيره صعبة جداً علي العنبقيو تيفي ديالا اشتركوا في القناة